السلام عليكم أعزائي طالبة الصبت الثالث متوسط في الدرس الثاني من سلسلة دروس الثالث متوسط واليوم درسنا يحكينا عن هيرياك إت سايم تو جو يعني استعجل وحانة وقت الذعب نتعلم كيف نخبر الوقت بلغة الإنجليزية أخبار الوقت عندنا طريقتين وشائعات نستخدم هنا بأخبار الوقت الطريقة الأولى خلتكم الطريقة الأبسط للطالب وخلتكم الطريقة الثانية وهي نوع الصحيح أصغط من الطريق اولى راح تقول لي بالامتحان وزارة نحل عن الطريقة اولى vs طريقة ثانية ونصح المصح�� قد ابقى لماذي هذا الجواب الذين ءعودين راح تقل لي بالامتحان الوزاري نحل على الطريقة الاولى بطريقة ثانية وثانية اثنين ونصح وطريقة الاولى شو蒲 الطريقة الاولى هي أول شي نقول الساعة ثم الدقيقة نريد نقول الوقت نقول الساعة ثم الدقيقة مثلا ثري تونتي ساعة بثلاثة وعشرين دقيقة يجلك السؤال بالامتحان وزاري يجلك tell the time هذا الصيغة لازم تحفظها tell the time يعني اخبر الوقت هذا الصيغة لازم تحفظ الصيغة تمام it's ثابتة نريد نجاوب it's ثابتة الساعة ثري الدقيقة ثونتي خلي نقطة تمام ملاحظة إذا الساعة مرات يطيق ساعة مو 12 ساعة لا يطيق الساعة مو 24 مثلا الساعة بثلاثة وكذا 15 وكذا 15 وكذا دقيقة شلون الجاوب ملاحظة إذا كانت الساعة كتبوها ملاحظة إذا كانت الساعة الساعة أكثر من 12 شنسوي نقول الساعة مثلا 13 14 ناقص 12 مثلا نقلي ساعة بال 13 و 10 نقول 13 ناقص 12 وحدة إذا بالوحدة معناها 10 حسنا هذه الساعة أكثر من 12 تمام هسا عدنا سؤال ثاني مثلا 16 و 10 شنقول 16 ناقص 12 إشكل أربعة خلي حفظ ما نريد نجاوب ننزل إت الساعة جبية 4 أربعة إت فور الدقائق 10 إت فور 10 هاي الطريقة الأولى بسيطة جدا روح للطريقة الثانية الطريقة الثانية هي الدقائق بعدين الساعة شلون بيها شطرا عفو الطريقة الثانية بيها شطرا الشطر الأول دقيقة بعد ساعة إذا كانت الدقيقة من 1 إلى 30 نخلي بعد وهسا أفهمكم عليها شون شنو بعد إذا كانت الدقيقة من 31 إلى 59 نخلي شنو بعد شنو طريقة الثانية نخلي الدقائق مثلا نطاند ساعة 15 و 10 خلي الدقيقة نقول it's الدقائق 10 نقول it's 10 10 الساعة 15 نقص 12 ثلاثة إذا نقول it's 10 بعدين نقول past ثلاثة it's it's past الساعة الثانية نقول نقص 12 ثلاثة it's 10 past 3 it's 10 ثلاثة من 31 إلى 59 من 31 ما نفعله؟ ونحن نقول إذا كانت دقائق من 31 إلى 59 نقرأ الدقائق المتبقية للساعة الجديدة ليس الدقائق نفسها لا المتبقية للساعة الجديدة بعدين نقول الساعة الجديدة مثلا 15 و 40 15 ناقص 12 جلنا 30 40 دقيقة نقول X طبعاً X تاركة بالحال الدقاق المتبقية للساعة الجديدة 40 دقاق المتبقية للساعة الجديدة 40 للساعة الجديدة 12 20 دقيقة إذن نقول X 20 15 15 يعني 13 ساعة الجديدة يعني الساعة اللي وراها 13 إذن الساعة اللي وراها شنو 4 إذن 20 24 أوكي إذن 20 24 24 ملاحظة إذا كانت الساعة ضبط إذا كانت الساعة ضبط مثلاً يقول لك سبعة يقول لك tell a time إذا كانت الساعة ضبط إذا كانت الساعة ضبط إيش لو ننحلها نقول إذن الساعة سبعة 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 أوكي إذن سبعة وش نخلي حتى نقول ضبط a clock it's it's seven o'clock it's seven o'clock فإذا كانت الساعة ضبط دقاءة صفر نخلي a clock ولا الساعة مثلاً الساعة الخمسة أقول it's five o'clock مثلاً الساعة ستة أقول لك it's six o'clock ساعة سبعة it is seven o'clock إلى آخر تمام هسا نروح للأسئلة الوزارية رحطيكم بعض الأسئلة الوزارية شون جاي بيها وشون ننحلها السؤال الأول هو سبعة عشرة tell the time طبعاً إني اختارت لكم كم نموذج من الأسئلة الوزارية دعم إيجبون هذا السؤال مع الإخبار الوقت فأجبت لكم سؤال من 2017 دور الثاني 2018 دور أول 2018 دور أول 2019 دور أول أ remarkable اذا يعني جايب يهم الأول 17 و10 نقرنا إذا ذا الدقيقة أو الساعة لننحل رائح أكثر من 12 عشرة مثلاً ساعة ناقص 12 17 ناقص 12 نقر 17 9 12 12 أحد 5 اقر نقر تريد الطريقة الأولى تريد الطريقة الثانية كيفك نمشي على الطريقة الأسهل It's five ten الدقائق It's five ten مستعش نفس الطريقة 12 مستعش ناقص 12 إججد ثلاثة إذن الساعة بثلاثة وخمسة It's It's three Five تمام السؤال الثالث هو الساعة بالعشرين وعشرة منع عشرين ناقص 12 يقالي ساعة ثمانية وعشرة إلا It's Eight It's eight ten هل هي نقطة الإت ثابتة والنقطة هم دانون خل النقطة من الريد نقول الوقت فالساعة ثم الدقيقة حلتها الطريقة الأولى وهي الأبسط هسه هذا كلما يخص telling the time موسيقى موسيقى